أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمس أرسانيوس وديد رسقلة كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك إلى محكمة الجنيات المختصة لمعاقبته فيما اتهم به من ارتكاب جريمة القتل العمد وإحراز سلاح أبيض هذا وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة 17 شاهدا وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصاحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص أو وقت ارتكاب الجريمة مما يجعله مسؤولا عنها كما أقامت النيابة العامة الدليل قبله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء استفات التشريحية على جثمان المجني عليه وتطابق البصمات الوراثية للحمد النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معينتها مصرح الجريمة وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه فضلا عن أدلة أخرى ترجمة نانسي قنقر